السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة والحلقة دي خاصة جدا عشان نبين فيها موضوع وحلقة احنا كنا عملناها قبل كده وتكلمنا عليه وهو موضوع تطبيق جالد روش اللي بتكسب من خلاله فلوس زي ما قلنا واللي قايم على نظام التسويق لكن للأسف الكلام ده طلع كله مصحيح وأنا هزبط لكم النهاردة من خلال تجربتي لمدة 3 أسابيع للأسف ان التطبيق غير اللي أنا كنت فاكره تماما واللي أنا وصلت لكم الكلام اللي تقال من الناس اللي تواصلوا معايا واللي أنا كنت فاكره من هم مسؤولين عن التطبيق وطبعا ده كلام الصحيح فاحنا هندخل في الحلقة بسرعة وهنجاوب على أسئلة كتيرة جدا عشان تبين فعلا هل تكمل في التطبيق ده ولا لأ وايه أضراره وإيه المشاكل اللي احنا واجهناها وإيه المخالفات اللي احنا شفناها والبداية كانت مع تغييرات كتيرة قوي في السياسات الشركة أو في السياسات اللي هم نقلوها لينا وقالولي عليها وبالمناسبة اللي كان بتواصل معايا واحدة من خدمة العملاء اسمها صوفيا وطبعا كله على الواتساب لا فيه مكالمات ولا فيه أي حاجة وطبعا أنا كنت مستغرب هل التطبيق أو اللي أيمين على التطبيق مفيش أي مسؤول عندهم يقدر أن هو يتواصل مع الناس ويقدر يعرفنا ما هي التطبيق بالزبط للأسف ده ما كانش موجود وكل الكلام اللي دار ما بيني وبين صوفيا أو المدعية إن هي صوفيا وإن هي طبعا أجنبية وكل الكلام ده زي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت وبالمناسبة طبعا أنا مساحتها إن هي بدأت تنقل لي كلام كتير عن الشركة وسياسات الشركة وإزاي إن التطبيق بيشتغل على نظام التسويق وخلي بالك من كلمة التسويق دي مهمة قوي لأن العادي في نظام التسويق الإلكتروني حاجات شبه كده كتير قوي وأنا بالفعل مشترك على نظام التسويق الإلكتروني في أمازون وفي جوميا وفي نون ومفيش أي مشاكل وجهتني بالعكس لما حد بيشتري حاجة من خلال الرابط بتاعي فبيجي لي نسبة ودي مفيش أي مشكلة ولا حرمانية في التعامل ده إطلاقا لكن اتضح إن الموضوع ملوش جعب التسويق لا من قريب ولا من بعيد وإن كل الموضوع هو سحب فلوس من المشتركين على أساس إن هم يعلوا في الترجب بتاعهم ولكن البرنامج كله والموضوع كله قائم على الفلوس اللي بتيجي من حضرتك أو حضرتك فهمت الموضوع هو ده بالظبط لكن مفيش أي شركة بتسوق للموضوع ولا أي شركة خارجية ولا الكلام ده على الإطلاق كل الموضوع إن في ناس بتحط فلوسها في البرنامج ده وفي ناس بتبدأ إن هي تسحب طبعا جزء بسيط من فلوس بتاعتها وأنا هقول لكم ليه جزء بسيط وليه السياسة اللي تغيرت فجأة أول ما أنا وجهتهم بالموضوع ده وخلينا عشان نكون منصفين في الموضوع ده أنا فعلا سحبت حوالي 280 جنيه وفعلا اتسحبت على حساب ودافون بتاعي وما كانش فيه أي مشكلة خالص وبعتولي إن هم حطوا في رصيدي المبلغ اللي أنا قلت عليه ده لكن المشكلة هي كتفين في المرة التانية لما جيت أسحب فلقيت السحب توقف ولما سألتهم عن الموضوع ده طبعا سألتهم تعني هنا جهة السؤال الوحيدة المتعرف عليها اللي أنا بكلمها اللي هي مين؟ اللي هي صوفيا وبالتالي بعتت لها وقلت لها إيه المشكلة من عملية السحب إن هي ترفضت فعقيت لي إن انت عندك في VIP1 لو إحنا دخلنا في البرنامج VIP1 ده معاك من زيرو لغاية ألف ده البودجت بتاعك اللي انت بتبقى عليه وده التعاملات اللي انت بتبقى عليها ركزوا معايا في الموضوع ده قوي فطبعا الموضوع هنا ليك مرة واحدة بس في السحب والكلام ده اللي ما كانش معروف أبدا قبل كده وبالعكس أنا لما كنت كلمتهم على السحب قالوا لي مفيش أي مشكلة من قيمة السحب طول ما هي هتعدي التلتميت جنيه الأساسية اللي معاك فأي حاجة فوق كده هتسحبها مفيش مشكلة ولكن تكون برضو الليمت بتاعها أو المينموم بتاعها تلتميت جنيه كل ده ما كانش فيه أي مشكلة لكن لما جيت عند الموقف ده فلاقيتها بتقول لي انت لازم توصل للمرحلة اللي بعد كده عشان تقدر تسحب فيلوسك والمرحلة اللي بعد كده هي ألف جنيه فأنت متصور الموضوع ماشي إزاي فأنت كده ليك عملية سحب واحدة بس هي اللي هتقوم بيها في الخطوة دي طبعا والخطوة الجاية اللي هي بتاعت ألف جنيه في الجروب اللي هم عليه بيقولوا السحب ومفتوح لكن أنا أشوف بعد اللي حصل في المرة الأولى إن هم يكونوا صدقين في أي كلام بل بالعكس نواياهم بانت جدا في اللحظات دي وفي حاجة تانية لما تقل إن التداول الإلكتروني معاك من مية وخمسمية والأرقام اللي احنا كنا بيناها قبل كده فأنا لما جيت أعمل تداول بالفلوس اللي أنا خدتها دي برضو عشان أخلي التجربة بالكامل فأعملت أداول بمية فلما جيت أعمل تداول تاني برضو وقف لازم أعلي البودجت ولازم أرفع القدر أكتر من كده فلازم أشحن عشان يبقى فيه فلوس في البرنامج هي دي الفكرة الفكرة إن انت تشحن فلوس عشان رصيد البرنامج يكبر طب رصيد البرنامج ده هيكبر هيروح فين خليك معايا بقى هنا أول حاجة إحنا ما نعرفش مين اللي بيدير الموضوع ده ورا السطار وما نعرفش مين المسؤول عنه ما نعرفش أي حاجة وبالفعل أي حاجة كتممكن تحصل هتحصل خد عندك بقى أكبر من دي في الثلاث أسابيع اللي فاتوا البرنامج توقف أكتر من خمس مرات والسيرفر كله واقف ناس كتير قوي كان بعتولي وقالولي إيه المشكلة في البرنامج وإيه وإيه اللي بيحصل في موضوع الوقوف الكتير ده طبعا ناس أكيد شحنة فلوس وأنا بتواصل مع خدمة العملة بتاعتهم اللي هي واحدة بس اللي هي صوفيا أو الله أعلم هي مين واللي من جانبها بتقولي مفيش مشكلة ده عطل فني أو عطل للصيانة خمس مرات خلي بالك في ثلاث أسابيع فمش بعيد قوي إن لما يتلم فلوس كتيرة والمبلغ اللي عندهم يبدأ يكبر يوقف البرنامج وخلاص انت تضيع عشان كده كده أكبر مشكلة بالنسبالي إزاي إن مفيش حد مسؤول حد يقدر يرجع له في الموضوع ده من الآخر مفيش أي أمان فأنت ممكن تصبح الصبح لو أنت شحنت مثلا بمبلغ كبير وفي ناس بالفعل شحنت بألف جنيه وممكن أكتر من كده تصبح تاني يوم تلاقي البرنامج توقف طفين فلوسك طارت عشان كده أنا كنت لازم أعمل الفيديو ده عشان أبين لكل الناس اللي ابتثق في كلامي وابتثق في القناة اللي إحنا عليها إن البرنامج ده نصب بمعنى الكلمة وأي حد حمله من خلالي فياريتي يمسحه فورا زي اللي أنا هعمله دلوقتي أنا همسح البرنامج ده من على حسابي ومن على تليفوني وهواريكو دلوقتي حالا لو دخلنا كده هتدخل على أنا زي ما أنا دخلت كده بالزبط وهتدخل على الإعدادات وهتعمل تسجيل الخروج بالشكل ده وهتعمل تأكيد وبعد كده لازم تمسح البرنامج ده وفورا وأنا بعتزلكو جدا على الموقف اللي حصل ده وياريت أي حد يحمله من خلالي يمسحه فورا وما يتعملش معاه بأي شكل من الأشكال ولو قدر يسحب فلوسه يسحبها على الفور لأنه محدش يضمن البرنامج بعد كده ممكن إيه اللي يحصل فيه ده حاجة تاني حاجة البرنامج للأسف عليه مخالفات كتيرة جدا 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 وفي مخالفات بعتها لأحد الأصدقاء لا تليق أبدا إن إحنا نشوفها وأكتر من كده إن إحنا نساعد على نشرها وهي صور لمنتجات ملابس داخلية وده طبعا مخالف تماما لاعتقدنا وسلوكنا وأدبنا الإسلامية وجزاء الله خير أخونا عبدالله اللي بعث لي الحاجات دي وبلغني بيها وعشان كده في أول الأمر أنا ما شفتش الحاجات دي خالص لغاية لما أخونا عبدالله بعثها لي وطبعا كنت معاه قلبا وقالبا وطبعا كل ده مخالف لينا لدنا وعقدتنا ولي تربينا عليه فإحنا هنا بنتكلم عن تطبيق محدش يعرف له أي مسؤول ولا هي إيه البلد برغم أن هما كاتبين إن هي من أمريكا والكلام ده بس الكلام ده غير صحيح بالمرة وما تضمنش إيه اللي ممكن يحصل بعد كده فزي ما كان الإعلان على قناتي والسبونسر اللي قدموه لي عشان أقدم الإعلان ده فالإعلان هنا كان من وجهة نظري في الحاجة اللي هما قالولي عليها لكن بعد التجربة اللي أنا شفتها بالكامل واللي أنا حكيتها لكم حاليا دلوقتي فللأسف كل اللي قالوه خطأ ومفيش أي كلمة صدق فيه والأسوأ للأسف ممكن يجي بعد كده فانا زي ما قلتلكو قبل كده اتطمنوا للبرنامج وحملوه أنا بقولكو دلوقتي بعد إذنكم محدش يحمل التطبيق ده بأي شكل ولا يتعامل عليه واللي عنده أي رصيد فيه يسحبها فورا وبإذن الله هتفضل المنصة دي والقناة دي تنشر كل ما هو مفيد فعلا وكل ما هو قيم عشان نستفاد وإنفيد كل إخوتنا وكل أصدقائنا وعمري أبدا لو أخطأت في شيء مش هتراجع عنه بالعكس أنا أخطأت في الفيديو اللي فات أو في التعامل مع الناس دي وعشان كده أنا بقول دلوقتي أنا غلطت إن أنا تعملت معاهم وبصلح غلطتي إن أنا بقولكو ما تتعاملوش معاهم بأي شكل وبإذن الله ما حقينا مش هنقبل بالحاجات اللي فيها شبه بالشكل ده إطلاقا بأي شكل من أشكال مهما تكون إعلانات أو مغريات ولكن هدفنا في القناة دي من أول إنشاءها إن إحنا فعلا نفيد كل واحد عايز يستفال وننشر معلومة تفيد كل بيت بيتفرج عليه وتفيد كل شاب وشابة وفي نفس الوقت نؤجر على المعلومة دي من الله سبحانه وتعالى وهدفي إن أنا شارككم شغفي وحبي بالتكنولوجيا والتقنية الحديثة اللي لقيت كتير من أصدقاء المتابعين لدينا على القناة بيشاركون الشغف والحب ده فعشان كده بإذن الله وأوعدكم إن القناة دي هتفضل محافظة على اللي هي فيه مهما حصل وبأي شكل من الأشكال وبعتزلكوا تاني من خطأ الفيديو اللي فات لكن كلها تجارب وكلنا بنتعلم من تجاربنا كانت الحلقة دي رد قاطع لكل أصدقائي نتعامل مع البرنامج ده ولا لأ فأكيد لأ ومن أول دلوقتي اوعى تتعامل مع البرنامج ده إطلاقا بأي شكل من الأشكال ونسحف فورا زي ما أنا نسحب واحزفوا لأن انت ما تضمنش إيه اللي وراه واستنوا مني حلقات وتجارب في الأيام الجاية على قناتكم قناة أبو مالك ولو في أي ملاحظات أنا مستنيها من حضراتكم في التعليقات والسلام عليكم والله وبركاته ترجمة نانسي قنقر